موسيقى موسيقى حضرتك عما تطعوا غلب بالطاولة حشكوا لبك بس مو كل مرة عما تلعبوا على الشر يا زيدنا يا ريت كل يوم تلعبوا وتخصروا خلينا كل يوم لأكل لحمة ايه حرام بعضين بيفليس يعني لو بدي كل يوم والتاني راهنوا كنش هلحتوا اواعي من زمان على كل حال عم فكر هلا اني اعطيكم ده بركي بترتفع معنوياتهم شوي يا سيدي انت كريم ونحن بنستاهل شو عليه شو يا ابو مرعي ما بين معك شي لا والله يا ابو مرعي ما بين شي اكيد مسروقة ما في غير هيك مسروقة يكسر ايد اللي يسرق ان شاء الله لا وهي الغنمة بالذات عزيزة على قلبي كتير اكتر واحدة بحبها من بين كل رفقاتها طبعا الحق بايدك لانه افهم واحدة عنا يخرب بيت والحرامش وكلب نقى افهم وازكى واسمن غنمة عنا واخدها الله ياقده اه مين يا رب العالمين بس قلتك ابو مرعي مين اللي سرقه مين يعني في حدا غير عصابة ابو شنجال ما في حدا غيرهن لك انحميل حالك ورقود داس دغري على المغفر مشان تشتكي اي شو الدنيا سايبة يعني فكري قبل ما نشتكي ندول عليها مو حلوة نوجع رأس رئيس المغفر لا اشتكي هلا شو المانع يعني يعني ما حرزي نشتكي مشان غنمة اي اي امنتوا بالله على هالرجال ولك اذا مشان غنمة ما بدك تشتكي مشان شو بدك تشتكي ابو مرعي كل اللي حيلتنا اربع غنمات يعني ربع سروتنا طار وما بدك تشتكي معك حق رايح اشتكي ما بعرف شو باني يا نزار حاسس معدتي عم تمغصني تماما يمكن اخديم برد سيدي حاكم انباريح نمتوا بالمغفر وكان الشباك مفتوح اكيد اخديم برد ما بعرف بس صدقني يا نزار مزعوج تماما تماما مزعوج قل له لو مصعود يعمل لي كاسة نعنى هذا يا سيدي يبعتلي حمى عليك ان شاء الله يعرفك العرف يا سيدنا اهلا وسهلا خير نعم يا عم الحقيقة انا جاي تقدم شكوى شكوى ضد مين ضد النصوص قليلين الوجدان والناموس ياللي سرقوني خير لي شو سرقلك انت ايه ضلي نعم ضلي مين ضلي غنمتي النعومة المدللة هي المربية كل شبر بندر وشو عرفك انه سرقيت اذا ما كانت مسروقة وين تكون لكان بعدين الله وكيلك يا سيدي غنمتي زكية كتير ومرضية ومالة لا روحة ولا جاية ولا بتقارش حدا ولا حدا بقارشة يعني من البيكة للمرعة ومن المرعة للبيكة يعني كتير ملتزمة من ناحية الاخلاق والمواعيد ومن ناحية على كتب الـ ولك اختصر هلا اختصر لح تعكيلي يصف حياته لا لا عفو بس يعني انا عم بقول طالما غنماتي رجوع على البيت ودولي ما رجعت معهم يعني معناتها اكيد مسروقة لانه بتعرف طريق الرجعة شبر شبر وما بتغيب عن البيت ابدا مهما كانت المغريات النعنى على النار سيدي ماشي الحال الله يرضى عليك يا نزار افتح محضر وحط لي الترويسة حاضر ايه زيدي انت امت اكتشفت السرقة؟ اول ما اطلعت على البيكة وما لقيت الغنمة اكتشفت فورا انها مسروقة ها يخز العين شهو انك ذكي يعني رئيس المغفر بيقصد يقلك بأي ساعة بتتوقع تكون السرقة حصلت مبارح قبل المغرب طيب انت بتتهم حدا؟ كيف يعني؟ مش لون كيف يعني؟ يعني فيه حدا ببالك بتظن انه هو اللي يسرق الغنميه؟ بصراحة يا سيدي فيه مين؟ يعني ما بده يسرق سيدي غير شيء من حرام أولاد الحرام كتار يا سيدي هلأ لا ترجع للتعميم؟ التعميم متل التعتيم اذا بتشك بي حدا حدد حدد من هلأ ولا تخاف انت بأمان يعني عم بقول ما في غير شيء حدا من هدول المشبوهين واصحاب السوابق هلأ لا تضوجني ولا تخليني يصحب الكلام انتم مكسحر؟ متل مين يعني؟ يعني ممكن يكون سطام المتحله لأنه هذا خريج حبوث وصاحب ثوابق سطام المتحل؟ لا 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 مو معقولر ابدا مو معقولر ابدا يكون سطام المتحل قال سطام المتحلي يخرب بيتك يخرب بيتك وبيت بيت SER ليه سيدي؟ لأنه سطام المتحلي أنا اللي بعرفه اسألني إيهلي صحيح هو كانaries срав surfaces وأزعر وكلب بس هلأ صار غير شي غير شي بتاتاً رجع إنسان جديد بعد ما تاب ورجع لجادة الحق والصواب يعني اختلف اختلف رأساً على عقل 360 درجة اختلف شو يعني سيدي؟ يعني سطام المدحلة بعيد عن الشبوهات تماماً بعيد بقى ناقي غير رسم ناقي ولك خلصني سيدي بها الحالة ممكن يكون عبود الطحش ولك انت منين بتجيب هالأزماء؟ ها؟ عبود الطحش؟ يخرب بيتك عبود؟ لك عبود إذا أنا بسرق هو بيسرق الطحش هاد؟ حشاكم سيدي انتو ما بتسرقوا عبود الطحش ما بيسرق هذا زلمي آدمي كتير وهم هزبه كتير والأطو بياكله عشاو وما بيقله بست المسكين لو تم يأكل وما لو تم يحكي مو هيك يا نزال ها؟ طبعاً لكاً بس يا سيدي هذا صاحب سوابق بلا سوابق بلا موابق هلأ كل واحد قاعدلي بالحبس شهرين ثلاثة بنتنا نسميه صاحب سوابق؟ يا حرام عليك يا رجل حرام؟ طب ربي رأسا إنا بعد الظن إثمون لكن بمين بتشك يا سيدي؟ يعني إذا ما شكيت بصحاب السوابق والمشبوهين بمين بتشك؟ يعني عدم المؤاخذ يا سيدنا بالدول الكبيرة اسمعت انه بس حدا يبلغ عن شي سرقة أو جريمة بيجيبوا كل المشبوهين وبيضلوا يقتلوهم ويرفعوهم فلقات لحد يطالعوا الحرام من بيناتهم قولك شو انت جنيت؟ هسترت يعني؟ شو باكولك؟ شو الظاهر طفول لمبات معاتك وانت ملك حاسس؟ طفول؟ ليش سيدي؟ لأنه هذا الحكي مو عنا نحن ما عنا هكتشي منوب بسلوب التحقيق عنا حضاري كتير واموضو طويل يعني بالروحي بالعيني بالدلال بالكشكشة منسحب الاعترافات والمتهم عنا بريء حتى تثبت إدانته مو مدان حتى تثبت براءته بقى شوف فلقات وما فلقات ولب وين عايش انت؟ بغابة ولا بزريبة؟ شو شايفنا قدامك؟ والروش؟ تضرب راسك لا توغذنا سيدنا يمكن ما عرف تعبر اي عبرك ابو منعوم؟ انا ما عرف اي عبر قال ايلي لا شوف؟ قول بتشك بحدا؟ بس لا تقطع شو ترحوش على كيفاك؟ ولا ترمي المحصنين الغافلين بيكون احسن سيدي طالما انتو بتشوفوا انه سطام وعبود بعاد عن الشموهات معناته ماضل غير ابو شنكل مين؟ ابو شو؟ ابو شنكل سيدنا هذا يعني زلم مقطع السابلي وما بيفرق بين الحلال والحرام وازعر ماذا ازعر؟ ماذا ازعر وما ازعر انت تاني؟ ماذا عم تحكي انت؟ ابو شنكل بعيد عن الشموهات تماما؟ ابو شنكل هاد العم ضربك هذا زلم ووجيه ومقدر عيب عليك يا رجل عيب ليش طائق عرق الحية عندك انت؟ اتهام الناس بها الطريقة مسهل بعد ايه؟ ابو شنكل بالذات مستحيل يعملها؟ ليش سدي؟ لاني كنت سهران عندهم باريح وبالعلامي كان عازمنا على منصف منصف؟ ايه نعم منصف منصف خروف سيدي؟ طبعا منصف خروف لك هم منصف طبع؟ هاي اكيد دوم به نعم؟ شو عم تقول؟ لا لا ما فيش سلامتك سيدي شوف عليك الحال نحنا رح نتخذ اجراءاتنا للكشف عن الجاني ولا يهمك روحه تجسر نام بفراشك وان شاء الله غنمتك عمه قريبه بترجعلك حاضر سيدي السلام عليكم الله معك مع سلامي اما هو نيه؟ ما بي علينا غير ابو مرعي اخ المغص عم يروح ويجي وين النعنع يعني زار؟ حاضر سيدي يبعط لي حم يبعط لي حم عليكم سيدي يا مسعود شو زار بالنعنغة؟ يا ابو مرعينEEEE ايشو هالحكي يا رجال؟ مت الenvironcu ما가요؟ هدينيصاري دافع عنهم كنن أبوه عاجب PEASH معقول رئيس المغفر يعمل هاك؟ ايه هو شو بده بهيل الشغلة؟ شنوه شو بده بهيل الشغلة إياه؟ أخدا منيما يكون عم بقيقى سمنizado شيو هالحكي؟ هلق معقول يكون هاميها هو حرميها ؟ معقولة ونص السلطة بيده ما في مني حاسبة والضمير نايم ليش لحتى ما ينتفع؟ ممم قلتك والمثل بيقلك الحرامي بينام فوق أسطوح المغفر ليش؟ أعمله بيني وبينيك ما في غير أبو شنقلي للسرق الغنمي لأنه مو معقول يتكرم على رئيس المغفر من كيس حاله؟ يتكرم ومنله لي يتكرم أي كله شقفة حرامي لصلا راح ولا إجاب طيب شو من نساوي هلأ؟ أنا بصراحة حاطت أبو شنقل وزلمه بزمتي لأنه يامين تراون حيصين حوالين نزلي بصرون أكثر من عشر تيام والله محتارة يا أبو مرعي أنا كله اللي بهمني أعرف مين غريمي حتى ينال جزاؤه وأعطي رئيس المغفر درس ما ينساه إي حاجة بقى طلعت يده لسه حاملي هالمجرمين في رأسه وراكد وبعدين إنت شو رح تعمل؟ هلأ بتشوفي وتسمع شو رح أعمل يعني أمتى ممكن ينكمش الحرامي سيدي؟ ليكو الثاني على هالتسار والبايخ؟ شو الحرامي مش هبتي؟ روح روح بقى حاجة نقفه راسي روح نصرف يلا سيدي؟ أنا عم بحكي هيك حرصا على صحة المواطنين شو أصدق؟ الغنم يدلي قصدي غنمتي المسروقة يعني أكلة مبارح عشبي سامي قبل ما تنسرق وأنا خايف الحرامي يتباحها ويبيع لحم ومو بعيد أبدا يكون لحمة متسمى منشان هيك أنا حريص إنه الحرامي ينكمش بسرعة قبل ما يبيعها ويتصرف فيها أو يتباحها شو هالحاقي؟ يعني ممكن يكون اللحم مسمون؟ ممكن سيدي ممكن صارت معنا مرة بس ربا تحميد اتداركنا الموضوع وسحبنا المنسف المسمون من بين إيدان الأكيلة قبل ما يخلصوه وأسعفناهن ومش الحال يا نيزار وخوة دورية دركة بسرعة ونشحط لي عبوض الطحش وأبو شانتا اللي وسطاهم المبحنة وحطهم عدولات والسالفي وفلقات ما حتيعترفوا بالغنم المسروعة بسرعة يلا حاضر سيدنا الله شبهك انت تاني؟ ما معرفت بس بطني عمي جاعي وخير إن شاء الله شوف هلا خلال ساعة يطلعي خرامي يا أبو مرعي الله ياخد بيدكم سيدنا آمين ألو ألو دخيلك عطيني المستوصف بسرعة يا أطراد أفندي ألو ألو دكتور ألو دخيلك لحاني؟ ألو ما بعرف ألو ما بعرف يمكن معي تسمم لا لا ألو ما معي شوية مخوصة لا لا بس يمكن هلا تبدأ معي الأعراض ألو ما بعرف بس يمكن أكل لحمة مسمومة ألحقوني دخيلكم بسرعة ألو ما بعرفة ألو ما بعرفة البيت والأهلاق وشانكال بده يسممني بعد ما سلمته دقني وحطيته بحضني شوفوا على هالأخلاق وقلة الوفاء وانعدام الولاء العمى نيمته على أسطوح المخفر ومساحة من سجله كلما تأزعر تاري الندل بده يطعني من قفة ظهري من الخنجر الله أكبر عليه الناس الله أكبر